السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بحضراتكم مرة أخرى في الحلقة الجديدة تكملت موضوعنا وهو التنقيب عن الأثار وحلم السراء السريعة كلمنا في الحلقة اللي فاتت قلنا إن صبايا بتتم إزاي اللعبة بتتم إزاي الضحية بيحصل له إيه وتزهك روحه بتضع فلوسه الأول وبعد كده بتزهك روحه إزاي وما كملناش هتزهك روحه إزاي في الأخر بعيد التأكيد إحنا بنتكلم في الناس العادية اللي بيتخضع ويتضحك عليها وتستغل من النصاب أو تنظيمات عصابات بيستعدوا برضو أحد الأشخاص وبتزوه بهذه القصة وأصحابه فلوسه ومناش دعوة ببعض العصابات المنظمة اللي بتنقب بالفعل ودول بيبقى فيهم فرق عن التانيين حاجة بسيطة إيه هي؟ إن القد يبحث في أماكن متوقع وجود أثار فيها إنما الأخوات التانيين اللي بيتضحك عليهم اللي هم من النصابين العاديين بقى وبتحكوا عن الناس العبيطة العادية دولة بيدوروا في أماكن استحالة يلاقي فيها أثار أصلاً بس هو بيستغل طمعه بيستغل جهله بيستغل جنون حلم الثراء السريع اللي هو مسيطر على عقليته وبيبدأ يلعب عليه عشان ياخد فلوسه وينصب عليه تمام؟ عشان يفرق ما بين الجزئيتين دولة قلنا هيقول له الحفر والمشعرف كم ده اتكلف كذا مليون هو خلاص هما كانوا شطبوه أصلاً ففي النهاية مش هقدر مش هعمل هو مش هيقدر يتنازل عن الفلوس اللي صرافها الديونه عايز يسددها وا 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 مع الحلم الجنون اللي كان مسيطر على تفكيره وعقله فبيضطر يقبل بسيناريو ان اشتغل انت وهنجيبلك اتنين فوعلية يساعدوك وهم برضو لهم خبرة في القصة ديت وتكلفتهم كذا ومسعرف ايه وانت المهمين بيجيبوا بقى ان العيلين دول الغلابة اللي جايين من بلاد من الارياف او من الصعيد او بتاع نزلين يسترزقوا المهم بيبدأوا تلاقيه طبعا جي في الدور الارضي قفل الشقة وطبعا هم خلاص القوضة دي هي اللي تحتها يبدأ يخلى على البلاط يبدأ يفحر يبدأوا يجمعوا الرمل والطراب والحاجات ده كله في شولة في قوضة اخرى او مكان اخر في نفس البيت عارف ينقلوا برا اهلو سهلا معرفش مفيش مشكلة المهم بيبدأ يفحر 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 او واحد بيدفن اتنين ما بيقولوش عن ايه يا واحد يا اتنين او قد بيبقوا تلاتة ده اللي احنا شوفناه في حوادث يعني كويس؟ ليه؟ الحفر له اصول له ناسه وله مهنية فالتربة لما انت بتنزل مسافة معينة بدون صلبة للجدران او الاجناب طبيعي هتنهار طيب التربة لو تراب غير طينية يعني غير راملية في الحالتين هينهار بس في واحدة بتنهار بسرعة وفي واحدة تنهار بعد شوية انا شفت في مرة واحد في حكسة وكانوا تلاتة اللي الحامهم ومقدرناش نجيبهم لان كان في خطورة جامعة ومقدرش ننزل نجيبهم بعضهم جبناهم بعد ما توفوا بيكونوا توفوا طبعا لانه الدفن صحي يعني جبنا ناس جبنا ناس اه لكن في حاجات بتبقى غريبة يعني انا شفت بلاغ حاول عاد ادورها الصور يا رب الاقيها المهم عرضها لكم طبعا ده كان زكي ووضح انه كان يعني الراجل جب زي مراوح او شفتات وحاجات وكل ما ينزل مسافة اكبر يقوم ايه معلقها ومدندلها وحاجات كده ٝины تجيبله هوا تحت اه معلق برضو سلك منزل فيه عدة الومدات حاجات غريبة امثر كده المهمة، الراجل ده كان نزل لحوالى ستة او سبعة متر وغريب في الامر انه الطربة ساعدته انه منهرتش طبعا ده مسافة كبيرة يقوم لسبب مجهول والسبب مش عارف ازاي هو نازل كده فبقولك لعب ينزل كده عكتر من اتنين متر بينهار عليه الغريبة بقى معرفش ليه او هم خلاص كانوا عايزين يخلاصوا منه فقالوا لأ ده انت في مسافة تلاتة متر الجو فطرنش هرجع تاني يفحر من فوق وبعدها بتلاتة متر فقام جاي بقى بعد السبتة متر دول قام داخل افوقي التلاتة متر دول هو كان من اقل من متر او متر ونص كان كله عمل ايه كلابس نزل عليه كانوا تلاتة طبعا استحالك ان هو انت النهاردة بالانخفاض ده وكمان يعني تنزل كده في كده لا دي كارسى ده ما فيش المهمة بيحصل ايه لما يموت بقيت العصابة خلصت منه راح بسره موضوع انتهى تمام؟ اهله صحيه على كارسى وهيكتشف انهم فلس وهيكتشف انهم مديون مصيبة سودة واذاك بقولكو موضوع يستحق التوعية هستحق نوعى شبابنا نوعى ما انا مش عادر اقول شبابنا وبس لان انا بشوف يعني شنبات وشعره مبيض يعني مش عارف اقول ايه يعني المهم لازم نقول يا جماعة ان في حل مشروع دايما بيعتمد على دراعك مجهودك بتاعبك في حل مغير مشروع انك عايز تاخد حاجة بدون ما تتعب حاجة ممكن تكون مش بتاعتك مش حقك الثقافة المنتشرة في المجتمع دي خطر بتدمره مش نقصين تدمير للمجتمع يا جماعة مش نقصين تدمير للقيم والاخلاقيات والمبادئ لازم تتعب لازم تتعب لازم تشأل لازم تفرح بالحاجة لما تجيلك اه فيه احباط كتير لأي حد اه فيه بتجيله الحاجة بعد ما يكون شيء سنين طويلة مش مشكلة لكن في النهاية هي جات له بمجهوده انما كله يستسلم لهذا الطمع هذا الشيطان ويسيطر على عقول فئات كل فئات يا جماعة مش منطقي يعني لو قلنا ده جهلة ومسقفين وفقرة واغنية مش منطقي يا جماعة فيه خلل فيه خلل فيه غلط الرضا الرضا اعلموهم الرضا اعلموا اولادكم الرضا القميس لو بخمسين جنيه بعشرين جنيه وعجبك ارضا ما تبصش للراكب لاندروفر مش فرقة لو راكب تمانية وعشرين ومقى الضياق ارضا احمد ربنا هتبقى سعيد انما لو راكب مرسيدس وبتبص على اللاندروفر واللاندكلوزر مش عارفو بتبص على الميباخ وبتبص على العربية المزراطي العربية البنكلي بتبص على الزيت اكس مش عارفو مش هتشبع ومش هترضى ومش هتتهنى ومش هتشوف اللي في ايدك حلو رغم انه ممكن غيرك يتمنى اللي في ايدك لكن انت مش هتشوفه حلو هتدنيك تجري جريل وحوش ومش هتاخد اكتر من بزقك انا 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 مش داعية ولا شيخ ولا بتاع لكن انا بقول كل اللي يسمع الكلام ده مشكلة الكوارث دي كلها هي الطمع طمع ارضى لو انت ارضيت محدش هيخدعك وينصب عليك لو انت ارضيت محدش هيخدعك وياخد فلوسك والمستريحين اللي بنسمع عنهم والمش عارفة لايه لانك طمع الطمع لناسه اللي شغالين بيجيب النصاب لناسه اللي شغالين بيجيبهم اللي ايه الهطل الفريسة دي ممكن يتنصب على اي حد فيش حد معصوم من انه ممكن ينتحك عليك وارد ولكن بعد محاولات مستمتة ويقف غلطة لكن مش يبقى هو اللي ايه ماشي كده عامل اعلان انا قابل النصب ايه ده ايه ده وترجعوا تعيطوا وترجعوا يا دولة يا دولة تعملك ايه وانتهبل اصلا يعني المهم نرجع لموضوعنا الاثار مصر مليانة اثار عثر على كثير منها وفيه الله أعلم بقى كثير ولا قليل لكن فيه لس خلاص ما ينفعش تصدق واحد بيدحك عليك ويقولك فيه اثار فيه الحتة الفلانية والحتة الفلانية دي يا غبي ارض تنية استحالة استحالة ليه؟ لان احنا لازم نبقى عارفين حاجة مهمة اجدادنا الفراعنة كانوا اسكية كانوا منظمين مش سمك لبن تمرهندي هلهطة زينا لأ كانوا يعيشون على الارض الصحراوية الرملية دي ما عاشتهم وحياتهم جويس ويقدسوا الارض الزراعية اللي غالبا بتبقى اليمة التانية من النيل او اي المكان يعني بيقدسوا الارض الزراعية ما يبنوش عليها هل دي للزرع دي للرز الشغل اكلوهو اكل عايشهم فيها لكن عايشتهم بقى وبيوتهم والكنينات والمشعارف والحاجات اللي هم سابوها دي كانت فين؟ في بيوتهم ومع بيتهم اللي هي فين؟ في الارض؟ مش طينة، ماش سودة يعني خلاص؟ يبقى اذا اللي يجي يقول للواحد ده فيل مش عارف ايه كانت ايه؟ لا يا حبيبي طب ارجع يا عم وفكر شوية طب الحتة دي كانت رملية طبعا انا بتكلمش عن النهاردة احنا الكهارة ما كانتش كده اصلا مثلا كمثال يعني كانت ربعة لكم مش ربعة 10% من المساحيتها دلوقتي فسهل انه يعني يفكر شوية ويعمل رغم ان انا طبعا بحظة بحظة التنقيب خطأ التنقيب مجرم ممنوع بتخش في نفسك في كوارث مختلفة انا قلت كارثة واحدة بس اللي بيموتهم وبنشوفهم في كل العناوين الحوادث والاخبار واتدفنوا وماتوا اسناء الايه؟ التنقيب في النهاية اوصي بلاش طمع تعلموا الرضا تعلموا الرضا تعلموا الرضا الرضا بكل حاجة في اي حاجة ما تضيعش نفسك من اجل حلم مجنون دمتم بخير دمتم سالمين تحيات لحضراتكم والى اللقاء في حلقة قادمة شكرا